خلال الساعات اللي فاتت الساعات اللي فاتت أحد وكلاء اللاعبين وهو وكيل اللاعبين مش مصري تحديداً مغربي تواصل مع بعض الوسطاء في النادي الأهلي للاستفسار للاستفسار عن موقف السنائي محمد مجد أفشا وصلاح محسن عشان يقدم لهم أو يتوسط لتقديم عرض ليهم لصالح نادي الوداد المغرب الوكيل لا بيشوف أفشا وصلاح محسن ظروفهم ايه مع النادي الأهلي عشان هو كمان يعرضهم على الوداد ويبدأ الوداد يتفاوض رسمياً مع النادي الأهلي بس وكيل اللاعبين ده لما عرف أن أفشا جدد عقده مؤخراً مع النادي الأهلي صرف النظر مبدئياً عن موضوع أفشا وطلب الاستفسار عن موقف صلاح محسن لعل وعسى يكون صفقة جديدة للوداد اللي بيدور على مهاجم ولعب جناح وصلاح محسن بيعمل اللي اتنين اللي بيدور على محسن